المقاولين بقى بشكل عام اخر مرة كنا مع بعض كان المقاولين قلتاك انه ماشي بشكل رائع جدا مزبوط بعد خلال الفترة دي بقى المقاولين مشي بشكل اروع كمان بفترة المضايا وكان فيه اعتصار كبير جدا على غز المحلات السلسائية المقاولين العرب السدادي يعني ما شاء الله يعني الفريق بقدم مستوى يعني كان انا انا شاتي تبقى مجروحة دايما بس انا بقول ان احنا معنا مدرب كبير معنا مدرب يعني عنده تريخ كبير جدا في كل الانديا اللي اشتغل فيها حتى مش قبل المنتخبات كمان هو اشتغل منتخبات كتير وعمل تاريخ كبير جدا مع المنتخبات معنا مدرب كبير وشخصية شخصية بيعرف اتعامل كويس قوي قوي يعني مع اللعيبة يعني في المنظومة بص دايما المدرب نجاحه مش بيقى فنيا بس صدقني مدرب عشان ينجح بينجح بحاجات كتير قوي منها اداريا احنا في مصر كمان عندنا اسمه المدير الفني المدير الفني مدير شاطر طبعا مدير بقى فكابتن شوقي ادارية طبعا اللعيبة بقى اختياطه اللعيبة في بداية الموسم واخد بالك المنعر بالسنة اللي فاتت واللي قبلها كان يعني متوسط عمر للعيبة كان عالي قوي فعلى السنة اللي فاتت مش عدد لعيبة مش قليل عدد لعيبة كبير وجبنا لعيبة كتير يعني لعيبة صغيرة في السن واخد بالك تكون الفرق ده كله يا كابتن كريم يعني لو بتقيسه مثلا بفوتشر او ببرامد او بالسيراميكا او بالبنك الاهلي المصروفات اللي في السنة بالنسبة للعيبة لا اقل بكتير بداية ماندية كتير وعملين ماشي حنا واحد تلاتين بونت وماشيين كنا رابع طبعا نزا بلك لعب اكتر منها مباراة فانعايز اقولك ان كابتن شوقي ما شاء الله فنيا بيعرف يتعام بشكلسي قوي 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 اثناء المباراة والتغييرات والحاجات دي يعني فنيا مشكلة انما كمان اداريا دي مهمة جدا 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 نجاح المدارب زي ما اقول لحضراتك هو لازم كمان يعرف يتعام مع اللعيبة ويزاي طلع دوافع من اللعيبة يعني كل يوم بيبقى فيه هدف جديد احنا كل يوم بنشتغل بيبقى عندنا